دقيقة صمت على أرواح الشهداء من أبناء حضر موت والأشقاء في دول التحالف العربي هنا في النصب التذكاري للشهداء بمدينة المكلة توضع أكاليل من الزهور إنها للشهداء الذين سقطوا خلال عملية تحرير ساحل حضر موت من التنظيم الإرهابي وفي الذكرى السابعة للتحرير اليوم عندنا يقونة النصر العظيم التي تتمثل في النخبة الحضرمية احتفلنا اليوم بالذكرى السابعة لذكرى الانتصار العظيم نحن قوات النخبة الحضرمية بقيادة اللواء فايز التميمي وها نحن الآن أمام النصب التذكاري لشهداء هذه المعركة أو شهداء لهذا اليوم العظيم يوم التحرير مواصلة التضحيات والسير على درب الشهداء والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في حضر موت منذ التحرير وحتى اليوم وعد قطعته قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية إلى جانب الوفاء للتحالف العربي سنوفي للشهداء سنمضي بطريقهم سنثبت الأمن والاستقرار في هذه المحافظة راح الدماء الشهداء لن تروح حضرها سنمضي بهذا الطريق لحفظ الأمن والاستقرار في ربوح حضر موت إن شاء الله النصب التذكاري يمثل مصدر فخر لأبناء حضر موت وسهداء النخبة الحضرمية وأشقائهم من دول التحالف العربي الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في معركتهم ضد الإرهاب لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث المكلة ترجمة نانسي قنقر